مية وتمانين الشفاط والمش عارف ايه والحاجات التانية مية وخمسين بقى متين واربعين انا اجيب لكم الاسعار من السوق مش اسعار بتاعتي من السوق تلاجة مثلا عشرة ادم عشرة قدم كانت بكام الف وربعمائة جنيه بقت كام النهاردة الفين وخمسمائة جنيه لاثناشر ادم كانت بكام الفين وتسعمائة جنيه بقت بكام النهاردة تلات تلاف وتسعمائة جنيه لاربعتاشر ادم كانت بتلات تلاف وتمنمية كام حضراتكم خمس تلاف وخمسمائة التمنتاشر ادم بكام سبعة تلاف وربعمائة بقت كام النهاردة زادت كام تلات تاشر الف جنيه البتجاز كام بربعة تلاف بقى تلات تاشر بقى سبعتاشر بقى اربعتاشر ااسف من اربعة تلاف لتلات تاشر واربعتاشر وانا مش عارف ليه حد يبيع اربعتاشر وحد يبيع ام تلات تاشر طب ما هو اللي بقعوا تلات تاشر كسبان واللي بقعوا بربعة تاشر كسبان كسبان يعني مين اللي عمل تلات تاشر ومين اللي عمل اربعة تاشر ما هو هو المتجاز على فكرة انا مكلمكم على نوع معين متجاز ثمن واربعة تلاف جنيه بقى في اماكن بتلات تاشر واماكن اخرى اربعة تاشر هو هو والمحلين جنب بعضه في نفس الشارع ايه الالف دي ليه مين اللي حط الالف دي ما عرفش بس كله مين بيدفع المواطن اللي هو حضرتك تلاجات 3000 بعضها يعني بقت ب5000 جنيه في بعض الحاجات من 1200 1200 بعض الانواع ريسيفر 75 كان ب75 بقى ب160 وفي انواع 125 و135 بقى ب250 لو عايزت طبق وريسيفر ومش عارف ايه حدوتة دي كانت تتكلف حدود 150-200 جنيه تجيب طبق وتجيب مش عارف عشان تتفرق بقت كم النهاردة 600 جنيه الحزبة دي على بعضها بقى 600 جنيه بعد ما كانوا كم 200 جنيه حد تلاقي اول مبارح 600 النهاردة بقول لكم حاجات بقى كثيرة جدا مش عايز نروح للخضار والفاكهة الخيار كان ب5 جنيه النهاردة بيباع ب7 جنيه الكوسة كانت ب5 جنيه النهاردة بتتباع ب8 جنيه البصل ب4 جنيه النهاردة بيتباع ب8 جنيه دي اسعار السوق اليوم التوم ب5 جنيه بقى ب10 الفلفل طب هو التوم ده بقى جمارك كمان عليه الفلفل ب4 جنيه بقى ب7 جنيه النهاردة البطاطس كانت بتلاتة بقت ب8 ما عرفش ليه البطاطس هو ايه شتا ماله فصوليا وصلت 8 جنيه كانت ب5 بقى ب8 البسلة كانت ب6 بقى ب10 التفاح المستورد كانت ب15 بقى ب20 التفاح الأخضر كانت ب20 بقى ب30 الأصفر كانت ب16 بقى ب20 أنا بكلمكم على أسعار السوق النهاردة عشان نعرف كل حد بيزود وبكرة على فكرة بكرة هنزل هتلاقل أسعار دي حافظوا على الأسعار دي عشان بكرة تلقوها زيادة بكرة كل رقم من دول هزين جنيه جنيه ونص اتنين جنيه أنا بقول لكم من دلوقتي هنزل بكرة كمان نفس الأنواق دي بكرة أقولها لكم في الأجهزة وفي الطماطم والخيار والبقدونس البرقوق ب15 بقى ب25 الموزن مستورد كان ب12 بقى ب15 الموزن مصري ب6 تسعة ما أنا شمعنا أنا يعني هو أنا منتج مصري وزراعة مصرية هو الدفع عليه جمارك بس لقى لأنه هو لقى المستورد تغلى فأنا كمان لازم أغلي يا سلام وهو شمعنا هو دي أحسن مني لا مش أحسن منك أنت أفضل كتير زود يا سيد ولا همك هو حد يا حزبك هو أنت حد جاي حزبك يعني من ستة خليته تسعة حد قالك أن أنا عمل لك محضر خالص زود وبكرة خليه بعشرة وبعد ب12 إيه اللي حصل في الدفع حصل حاجة لها خالص الأولى أنت لما تزود يعني 100 جنيه حد جاء قالك أن أنت كده خارج القانون ورفعنا لك العصائح أبتت أنت ماطن شريف محترم وماليقيتش حد يا حزبك كيوي 20 بقى 25 لوسي فاندي 5 بقى ب8 المنجة من 5 لـ 15 حتى المنجة ما تتكلش في الشيطة أصلا العنب من 12 لـ 15 ده جزء من اللي موجود حالة السوق النهاردة دي حالة الناس ما في مواطن النهاردة ما بيتكلم على ده ما تكلم تجوش بقى عن أي حاجة أخرى يعني كلمتك على سمك ولا كلمتك على فقاخ ولا كلمتك على مش عارف إيه ولا لحمة ولا أي حاجة كلمتكش على الكلام ده خالص انتوا عارفين الأسعار دي الحاجات دي أنا بكلمك على أبسط الحاجات اللي هي موجودة في السوق النهاردة اللي هو يعني حضرتك عايز تعمل بس أكلة كده بسيطة تكلفك كام بالأسعار دي احسبها شوية بصل شوية طماطم شوية بطاطس ومش هكلمك تجيب لحمة عشان بقت صعبة فراخ هات فرخة أو نص فرخة أو شوية أجنحة أو شوية مش عارف إيه تعمل إيه كانت كنت صغير كده تعطازك الصغير حلو كده تعمل فيه إيه يعني تكلفك كام احسبها طب كل يوم احسب الوجبة العادية في اليوم تفتر وتتغدى وتتعشى احسب الثلاثة دول في اليوم يتكلفه الأسرة البسيطة جدا كام أقل أسرة في البلد يعني أقل نوع أكل خمسين جنيه أنا بتكلم على أقل حاجة اللي هو باكل جبن وباكل طعمية وباكل فول ما بكلمكش على أي حاجة تانية خالص على فكرة وشوية ماكرونا بس ما بتكلمتكش للحمة ولا فراخ ولا سمك أبسط أكلة طب وبعدين خمسين جنيه لا كلمتك على ألم رح تشتريه لابنك ولا بنتك ولا كراسة ولا مصطرة ولا أستيكا اللي بقى سعرها مش عارف قديه ولا هكلمك على أي حاجة تانية خالص ولا هتشرب لبن ولا هتاكل مش عارف فكة مش مهم الفكة الفكة في الموسم ولا حاجة حاف حال الناس بيقول كده لازم نعرف ده وانا بقول لازم نعرف ده حكومة عرف ده الناس المسؤولين يعرفوا بكلام ده يعرفوا انه الناس بتقول ايه ده رد فعل الشارع اللي انا بقوله لحضراتكم ده الرأي العام في مصر غير كده آسف أبدا ما يقدرش حد يقوله عكسة اللي انا بقوله أتحد ما يقدرش لأننا احنا في السوق احنا في الشارع مع الناس احنا مش قاعدين في التكيف لأ بنجيب الحاجات من الشارع من وسط الناس أزمة سكر لسه موجودة ومستمرة معانا مستمرة يمكن لحد يناير أو النص يناير أو آخر أو حد الشدة ده ما يخلص نخف الشيء والسكر شوي نخف كل حاجة هنقول ايه بعمل تقشف لحد ما في الآخر الناس تقولك طب نعمل ايه بعد ما عملنا كل ده ما احنا عملنا طب ايه المطلوب ايه المطلوب مننا انا كمواطن اعمل ايه ايه مواطن النهاردة اتكلم معاه اقولك طب ايه المطلوب مني تحملنا واصبروا وصبرنا والقمة المضافة تحملناها والجمارك اهلا وسهلا ومش عارف ضرائب هتتعمل تصاعدية وبعدين ومش عارف ايه تاني نتحمله ونزود في البنزين نتحمل ونزود في السولر نتحمل ونزود في نتحمل والاخر استوانة الغاز النهاردة في مشاهد كريم من سوريا النهاردة كان بيكلمني استوانة الغاز في سوريا النهاردة بتتبع بكام بديك بس مثلا صغير 600 ليرة يعني تقريبا ما يعادل 200 جنيه مصري انبو